قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفجير الذي وقع في مدينة نيويورك يسلط الضوء على الحاجة الملحة للكونغرس لسن تشريعة بشأن الهجرة وقال ترامب في بيان أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة للمشامل مستفيدا من سياسة أمريكية في هذا الصدد مشيرا إلى أنها لا تتوافق مع الأمن الوطني وكان المهاجم وهو من بقلادش قد فجر قنبلة بدائية الصنع مربوطة حول جسده في محطة لنقل الركاب في نيويورك خلال ساعة الذروة فأصاب نفسه وثلاثة آخرين في هجوم وصف بأنه محاولة هجوم إرهابية